السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موجه اسمه Machine Learning Purchase يعني تعليم الأطفال تعلم الآلة خلينا نبدأ مع بعضه سأقول له ان انا عايز ابدأ مشروع جديد وسمي المشروع ده مثلا MOAZ وهنا هقول له مثلا تكست او image او number او sound تبدأ تختار اللي انت عايزه مثلا تكست هقول له create فكرة ان انت هتديله نوعيات مختلفة من الجمل وبعد فترة هو يبدأ يكتشف ويبدأ ان هو يحللها تعمله training وبعد كده تعمله learn test وبعد كده تعمل make machine learning تقسم مجموعات الكلام فهقول له add new label وهقول له مثلا ان ده مثلا ممكن مثلا نعملها animal ده ده هتبقى جمل اللي هنحط فيها animal ونحط امثلة مثلا cat dog ده 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 وبعد كده ممكن تعمل مجموعة تانية لأي حاجة تانية ممكن تعمل مثلا أسامة أولاد أسامة بنات أسامة دول أسامة كذا بحيث ان تقدر ان انت تقسم حاجات مثلا هنحط هنا fruits ونحط ونحط مجموعة تانية وهكذا تقدر تقسم الحاجات بتاعتك قابل ونحط مثلا بانانة أو مفرد وجمع تمام وهكذا تعمل انت المجموعة بتاعتك تقدر تجي هنا عشان تقفلها أو تضيف ليبل ثاني فهو يبدأ يضيف واحد كمان الآن سأقول له بكتو بروجيكت ده train ده learn and test بيقولك ان انت لازم تزود المجموعات اللي هنا بعد كده لما تعمل train وتعمل learn and test ممكن تقول له make بيقولك انت عايزه حاجة من ثلاثة scratch أو بايسون فتقدر ان انت تاخد الجهزة تتدرب عليها بايسون أو app inventor ده بيخريك تعمل تطبيقات على الموبايل احنا شرحنا بايسون وشرحنا بايسون وشرحنا بص باقي الجهزة معاك تدخل ال scratch بايسون بايسون انت تضعها لما هو يقول كلمة معينة يبدأ ان هو يتعرف عليها بايسون موجودة بايسون موجودة recognize text ويبدأ ان هو يقول هل هي animal ولا fruit موجودة فممكن نقول له مثلا نأسك احيط وبعد كده هقول له قاعد اف يعني هشوف الاجابة وبعد كده يشوف قاعد اف واقول له recognize text احيط هقول له لو هي كلمة دي متساوي نحطه هنا نخليه يقول مثلا كلمة معينة انا حطيت الانصر هنا حيث اول ما تيجي الاجابة يبدأ ان هو جاب الانصر دي تمام كمان فبيقول لي اول ما يسر سؤال او ما هو الكلمة اللي انت عايز تختبارها فلو انت جيت هنا اقول له مثلا cat بيقول لي ان هي موجودة اصلا كلمة cat حاول تجيب له كلمة ما تكونش موجودة قبل كده طيب خلينا نجرب تبدأ باقي تجرب اسامي الحيوانات هو يبدأ يتعرف عليها ولا لا لان هو المفروض اللي جابها في الحيوان طيب خلينا نجي هنا ونقول له مثلا fruit فاكهة وتبدأ هنا وتبدأ تشوف فاكهة كون انت بش حاطيتها قبل كده فانا حاطيت fruit وهكتب له هنا mango mango تبدأ تبدأ هل هي موجودة او لا ولو غير موجودة يبدأ انه يحاول يتعرف عليها وممكن نزود له automatic من هنا اقول له add training data للفروض نزود لها مثلا افكادة فانا نعلم البرانيب بتعناها حاجة جديدة مجرد تدوس كده خلاص بتبدأ انها تشغل تمام طيب لو انه قمت بتعني ثم نزود وانه قمت بتعني مجرد افكادة